اشتركوا في القناة لا دكتور حيك رح هيحدثنا اكتر عن هالموضوع هلا وسهلا فيك هلا فيك مرسي كاتي على الاستضافة هلا هيدا موضوع كتير مهم بالنسبة لاختصاصنا نحن نشوفه كل يوم تقريبا في كتير ولاد وهي شغلة كتير ميحة انه الولاد من اي عمر كان يعملوا رياضة بس الرياضة مفروض تكون نوعا ما مرائبة حتى هالولاد بالنمو تبعهم ما يتضيعوا المشكلة الاساسية عند الاطفال او المراهكين وقت يكونوا مثلا الدخلين بنادي معين بسكتبول فوتبول الى اخره مفروض كنا نحن صغار بالمدارس كنا نعمل ايشوفمان يعني تحماية كان استاذ الرياضة يقلنا ما ننتحمى يعني ايشوفمان شو بيعملوا ثلاث رباية الكوتشيت او بالنوادي او الاهل بيقولوا نروحوا ركدوا حول الملعب عشرة عشرين مرة اكيد تحمي الولد صار عنده ايشوفمان بس صار عنده عضلات هدفي اليوم اكتر شي الليوني عند الولد هو عم يتول نعم وقد بكون عنده عضلات كتير كبيرة الوتر لانه كل عضل بيخلص بوتر والوتر بيخلص بعضمة هاي العضمة عند الولد يلي بعده عم ينما ما لزقت ما سكرت بالنسبة لقلنا نحن الكبار نحن ببقى في عنا كارتيلاج الكوستانس يعني ما في مجال للعدم بعد ليطول نحن خلص نمو الولد بيكون عنده عضلات قوية الوتر عم بشد على هاي العضمة يلي بعد ما لزقت وبيصير عنده يعني مثل كأنه عم يقبع العضمة بطريقة بسيطة جدا بس عدة مرات نحن وقت نركض نعمل عشرات ألوف الفشخات باليوم نعم اوكي اذا الوتر او العضل مع الوتر قاسي يعني الولد عنده عضلات كبيرة حلو اوكي بس لازم يكون سبل يعني يكون عنده ليوني وتراوي اذا ما عنده الليوني وتراوي وعنده عضلات قوية بيصير عنده أوجه بعدة محلات وفينا نشوف شوية شوية بعد شوية هنشوف صور قديش فيه بجسم الإنسان خاصة الولد مثلا هذي صور بنشوف المناطق اللي كتير ممكن تتأذى بعدة محلات وحسب كل ولد قديش عمره ووين بتجي المنطقة هذي بدون مشاكل سابقة اي بدون أي مشكل نعم شغلة تانية بحب بوضحها انه الولاد بالنمو نحن النمو تبعنا عند الإنسان بيخلص من تحت لفوق يعني أول شغلة بتسكر هي الإجر لبوانتور نمرة الإجر بعدين بيسكر الكاحل بعدين بيسكر الركبة بعدين بيسكر الورق وآخر شي بيسكر الظهر كرمال هيك منلاقي الولاد مثلا هون عندنا الإجر فيها عدة مناطق بالإجر بتقدر تتقذها بفترة النمو عند الولد أكتر شي عند الرياضيين منلاقي كعب الإجر كعب الإجر يلي اسمه ملاديدو سيفر يعني هاي دي المنطقة في عندها الوتر يلي من وراء الإجر يلي اسمه تندون داشيل أكيلي ستندن ووتر تحت هاو إذا كل ولد بيكون عم يركض كتير وبينط كتير وما عنده ليوني بشدد على الكلمة يعني عنده عضلات بيقدر يتوجع بهذه المنطقة واسمه سيفر ديزيز أو ملاديدو سيفر يعني كل يعني عضو من أعضاء الجسم عنده تمارين خاصة لا يكون اللين لا او انا عم يقول إذا عم يركض هذا شي ما بيكفي لا مش قصة بس هيك انه الولد مفروض يكون عنده ليوني كله يعني أهم شيء ستريتشينج يعني أنا بيقول لهم للولاد نخوا ودقروا بأصابيعكن الأرض ديستانس دواصل نعم المسافة بين الأصابيع والأرض لازم تكون سفر عند الولاد عندي عدد كتير كبير من الولاد المسافة 30 أو 40 سنتي معناتها كل عضلاته نقوية وأوتاره نقوية هون مثلا بنشوف التالت عدمة بنص الإجر متاكلة راس العدمة متاكل من هاي دي مش ضروري بس تكون من عند الرياضة ممكن يكون فيه مشكل بالشريين إلى أخرين نعم أهم شيء عندي أنا بالنسبة لي نوصل لطريقة أنه الولد يكون يعمل الرياضة وهي شغلة ضرورية وجدا منيحة بس ما يكون عنده كتير عضلات وما يكون يكون عنده عضلات إذا بده بس يكون عنده ليوني أهم شيء بديم تجي اللويوني بالتمرين إذا لازم يكون التمرين مدروس على هالأساس اكزاكتو محمد وكل شخص وكل ولد يعني حسب جسمه حسب سرعة النمو طبعه حسب يعني شكل جسمه حتى يعني بينشغل عليه ايه هي ستريتشينج أتير مون نمغت هالعضلات والأوطار حتى يكون عندنا ليوني مش الهدف أنه نعمل منه بطل بس دغري مشان هيك ما أنا عم نقول أنه الركض ما بيكفي الركض ما بيكفي كل سبور منيح بس قبل وبعد يعملوا ستريتشينج يعني يعملوا بدل ما نركض لنحميه يعملوا أتير مون ستريتشينج أنا مذكر وقت كنت صغير بمدرسة الفريق أنا أستاذي زهقنا عشر دقايق بالأرض نعمل أتير مون ونحن ما نلعب نلعب بالبالون في طبول ننبلش ايه هذا هو الهدف أنه أهم شيء نقدر نطري للولد حتى ما يصير عنده عضلات بس ويقذو العضمي اللي بعد ما لزقيت اذاً عم يكبر العضل أسرع من نمو الولاد أسرع ما بيتحمل العضم يعني ايه تقريباً هو عم يعرض العضل عم يعرض وقت بيعرض العضل عم بشد الوتر بس نحن العضمي عم تطول ما عم يمشوا مثل بعضون نعم أوكي بدنا نحن نطول للعضل والوتر بنفس الوقت اللي عم تطول العضمي هايدي لأي عمر من ضل يعني نحكي عنه يعني مبدئياً ل13-14 عند البنت 14-15-16 عند الصبي نعرف أنه في فرق بين البنت والصبي شي سنتين نعم بالنسبة للنمو هلأ ما بيمنع أنه كمان يعني بقيت يعني الأعمار الأخرى بحاجة كمان لستريتشي مية بالمية هون هلأ أنا عم بحكي باختصاصي يعني اللي أكتر بشوف أطفال ومراهقين بس أكيد عند الكبار إذا ظهرك عم يوجعيك وبقلك جرمي مثلاً نخي أو عملي حركات ولقاتي كابسة أكيد بدك تستريتشي يعني هايدي من أساس الحياة وأساس العضل والحركة إذن يعني هالعادة أنه يكون فيه ستريتشي خلال النهار رح تكون مفيدة على كل الأساس رياضيين ولا غير رياضيين أكيد 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 رح تكون عم تساعد هالعضلية الأوجاع بتجي أوقات من تشنج عضلات نحن في لبنان نحكي بالوتاب مش هيك وهي شغلة تاني شغلة حياتنا صارت شوي فيها تعب وإرهاق من قلة الرياضة يلي ما بيعمل رياضة وتمارين هيدا نشتغل من سوق السيارة في عشق سير نحن نسم بدلنا مكتب إلى آخرين نعم كمان بعد عنا بعض الصور حتى نشوفهم سواء نحكي عنهم هيدا منشوفها كتير عند الولادي اللي عمره سبعة اثمان سنين منشوف أنه كعب الإجر بعد ملزق وفيه أوتار من فوق ومن تحت عم بتشد عليه بعد شوي لو سمحتوا منشوف هيدا الولاد صار عمره 12-13 سنة تحت الركبة فيه عندنا عضبة شوي هيك كأنها مفرفطة هيدا المنطقة يعني لأنه بعد ملزقيت والوتر اللي بيجي من الصبونة لهذه العدمة عم بيشد كل ما نحن عم نركض والنط بيقدر يتوجع الولد بهذه المنطقة اسمها أوزوود شلتر وبيقدر يتوجع بوحدة تانية ما بعض زي موجودة الصورة على الصبونة مش موجودة بيقدر يكون له غير اسم هون عنا بالكوع الكوع كمان كوع الولد بعده ما مش نامي منشوف بقلب العدمة التحتانية فيه مثل زيح يعني بعدها منطقة نمو ما سكرت كمان بنلاقي أوجاع بهذه المناطق مننا نحطه للولد أوروبو يعني نخفف مثلا هذا إذا عم يلعب تانيس أو بينبونك أو باسكتبول أو فوليبول عم يكلها رجرجات على كوعه بدنا نخفف الأمور بدنا نريحه نعم هون مثلا هذه ترقص كان عمرة 12 سنة وقت شفتها بفرنسا كان عنده وجع تحت حوضة تحت تحت بالإسكيون اسمه على الفحص شفت أنه منطقة النمو كأنه عم تقبع منشوف الصورة التانية هون الصورة التانية صارت العدمة كتير كبيرة وقت صار عمرة 14-15 سنة يعني صارت كل ما تقعد هي وقادي عم تتوجه لأنه صار عندها عدمة زيدة هؤلاء أمور بدنا ننتبه لهم وما نخدها بطريقة أنه بسيطة عم نتوجه على الولد أو شي هلأ نحن يعني منعرف أنه وقت النمو بيكون فيه أوجع بالعضل نعم بس كيف بدنا نميز أنه فيه مشكل أو فيه شي طبيعي بتشكرك هذا السؤال لأنه النمو ما بيوجع أنا بسمع كل يوم كل يوم بيجينا ناس بيقولولي أو الدكتور أو الجيران أو أمي أو حماتي قالولي طبيعي يتوجع لأنه طويل كتير هالسنة هادي ما بقبل أبدا القصة لأنه إذا النمو بيوجع ولاد العالم كله لازم تتوجع النمو مش مفروض يوجع ممكن يكون عنا وجع بفترة النمو نقدر نتوجع متما نحن منقدر نتوجع برات النمو إذا الولد عم يتوجع بفترة النمو مفروض يشوف الطبيعي لازم يكون في سبب لازم يشوفوا شوه السبب السباب اللي لقلناها نوعا ما بعد في كتير قصص أوجاع بعدة محلات بالجسم نلاقيها مثلا هون عنا أوجاع لأنه النمو ما عم يطلع بطريقة متوازية صار الصاق يعني التيبية اللي تحت الركبة عم تروح جنابة هيدا هيدا مرض معين بالنقص الفيتامين D أو من النصاحة أو الأخير في عنا أوجاع مثلا هون صارنا بولد صار كبير صار عمره 14 عشر سنة أو 15 سنة مثل ما قلت لكم أنه الأوطار أقوى من العظمة عند الولاد الديسك بين الخرزات أقوى من الخرزة عند الولاد يعني هون الخرزات عم يتاكلوا من قلب الديسك بنصهم صار الولد هيدا هيدا مثلا صورة الأشعة عم نشوف الظهر واقف بدل ما يكون شوية متعوج هيدا شو سببه لك؟ هيدا كمان قوة قوة الأكزرسيس قوة الأكزرسيس وبنفس الوقت ولد ما عنده أبدا ليوني يعني هيدا وقت بقله نخ حتى يذكروا أصابيعك بالأرض في عنده 30 أو 40 سنتي لو يصل للأرض إذن حتى لولاد الزغار الترامبولين وأكتيفتي قوية وإلى آخره لازم يكون فيهم قبيلة ستريتشينج مزبوط مزبوط هلا اللي فرجيتكن إياهون أنا تقريبا كل كل شغلي إلى التعلق بعمر معين مثل ما قلت لكم ببداية الحديث أنه نحنا نخلص طولنا من تحت لفوق يعني أول شي بتوجع الكعب تاني شي بتوجع الرجبة وكل واحدة إلى اسم اسم طبيب معين بالعالم حتى اسمه عليها بعدين توجع منطقة الحوض والورق بعدين تظهر لأرجع أقول أنه الوتر أقوى بكتير من العدمية عند الولاد ليش مثل هذه الصورة نحنا منعمل سكي واحد أدولت إذا زحت بسكي زحت قوية مينقطش الرباط الصليبي نعم عند الولد الرباط الصليبي بيقبع العدمية هون نشوف أنه في عدمة على الفاس والبروفيل مأبوعة بنص الركبة هيدا مطرح ما بيجي بركب الرباط الصليبي دونك هميت القصة أنه هون مثلا أبع العدمة منشوف الصابونة كتير طال على فوق نجبر أعمل له عملية هيدا الولاد لأنسر عمره 14 سنة وحط له حديد للف هيدا نفس الشي نجبرنا نحط له برغي يعني هيك ولد هون شو الوقاية؟ ما في وقاية هون أبع أبع لأنه كان صار له فترة عم يتوجع ركبته عم تتوجعه وعنده عضلات هذا كان سبورتي في فوتبول كان عنده إسبوار بفرنسا أنا عايش بنيس وكنت حكم أنا كل نواد الرياضة تبع الفوتبول وبسكتبول للولاد والآخر هؤل الولاد بيتوجعوا كتير وبيسمون إسبوار يعني هيدا الولد الكوتش وأهله حطين براسهم أنه هيدا رح يصير بطل ونبيعه بكذا مليون دولار ما ليرزمون هيدا الأمور بتصير دال يتوجع 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 وصل لوقت عضلاته كتير قوية وعم بيشوت بالهوى هو عم بيشوت بالهوى أبعت العدم بهيك حالة مزبورة عمله عملية من ليره عملية وحطينه راح الموسم بما أنه راح الموسم صار فيه حدا غيره أقوى منه طار مستقبله بالفوتبول فإذن هون الوقاية رح تكون مفيدة على جميع الأسعاد نعم شكرا لك دكتور توني حقيقة اقتصاصي بجراحة العدم عند الأطفال وللمعلومات القيمة اليوم فإذن أهم شيء لنقدر نكون محضرين عدلاتنا عدلات ولادنا بالأحرى كمان اللي تكون بتتحمل كلها الضغط أهلا وسهلا فيك وقفها لأم نجمع متابقة لايف